اهلا وسهلا فيكم من جديد لكل المشاهدين من خاصة فقرتنا الأولى الحديث عن العلاج المائي لذوي الإحتياجات الخاصة أهميته وفوائده خاصة أنه هذا شيء جديد اليوم عم بتم تناوله وتداوله على الأقل في فلسطين فلنناقش هذا الموضوع مع أخصائي العلاج المائي والعلاج الطبيعي إلى خمس سنوات في هذا المجال معنا أحمد يعقوب فراح الله صباحك بألف خير صباحك كيف أصبحت؟ الحمد لله تمام قبل أن أسألك تفاصيل المتعلقة يعني شوي بدي نرجع نحكي عن العلاج المائي تاريخيا هذا من وقت موجود ومن أول ناس استخدموا العلاج المائي؟ العلاج المائي استخدم قبل عدة قرون يعني مئات السنين اللي هو ببلش فيه الروم والفراعنة الفراعنة الأفريقية يعني الاشيء متداول من زمان وأصبح جزء من العلاجات المتغفرة يعني أصبح جديد خلينا نحكي مش جديد يعني أنه سنة سنتين أصبح منذ عشرات السنين أنه شيء يضيف مكمل للعلاجات الطبيعية النطق والاتصال اللغة والاتصال الفان العلاج الوظيفي أصبح جزء من العلاجات المكملة في هذا الموضوع يعني بس نحكي علاج مائي هل نقصد أنه فيه توجه للسباحة مثلاً أو لمسجات تحت الماء يعني عشان إحنا مش عارفين تفاصيل بناك توضح أنه أكتر كيف بكون أنا بدي أوضح شوي أنه أول إشي بالنسبة للعلاج المائي يعني مناطق الواحد بدي يروح الماء أو المتقال بدي يتعالج بدي يروح الماء بدي يكون أول إشي الماء إلها ميزات معينة الماء لازم تكون مش أقل من درجة حرارتها 34 درجة مئوية لازم تكون بإشراف وزارة الزحة الفلسطينية إلها مواصفات معينة حتى من ناحية عفنة والات إنه فيه كراسة معينة لأنه حتياجات خاصة من ناحية الدشات هذا هذا بشكل عام طبعاً لازم يكون كمان منقذ مرخص يكون في الإشي الماء بشكل عام بتعالج كثير شغلات ذوي إحتياجات الخاصة وبتعالج حتى اللي عندهم مشاكل ألام واللي عندهم بعض العمليات اللي بيكون يعني ببعث الدكتور إنه لازم يكمل جزء من العاجات المائية أنا يعني إلى تقريباً خمس سنين بعالج إحتياجات خاصة وبعض عمليات إحتياجات خاصة فيها كثير أمراض اللي هو منيكي مثلاً عن ضمور عضلات منيكي عن شاد عضلي اللي هو في الأطراف العملوية والسفلية منيكي عن الناس اللي عندهم أتاكسة اللي هم عشوائيات يعني عشوائية في الحركة الفش عنده توازن الناس اللي هذا عن طريق الإصباحة؟ أه هلأ بأقول لك في هذا بس أم حكي لك بشكل عام على الأمراض الناس اللي عندهم بروخوا عضلات بتقدرش تنزل الدرج أو تتلعوا إلى المساعدة فمع أكتر من الجلسات بصير الإشي هذا طبعاً يمكن الإشي يحقق ذائي يعني يحقق خدفه ويمكن الإشي إنه يساعد إنه على إنه يضل في وضعه التمام إنه عساس ما يرجع لورا إنه ناجد طبيعي هي عبارة عن كلمة والمائي إنه الواحد يتعالج حتى ما يرجع يسوق لورا يعني يمكن يضل بنفس الموقع ويمكن يتحسن هلأ مثلاً نحكي على موضوع الشلل الدماغي بأنواعه سواء الرباعي، الثلاثي، النصفي، الجزء لهذا فيه يتعالج كل واحد حسب الحالة تبعته فيه يتعالج عن طريق مثلاً اللي بقدرش يمشي إنه من طوافات وبصير يمشي مع مساعدة ولقدام بصير يمشي لحاله عندهم مشاكل مثلاً ضمور عضلات عندهم تكون مشاكل تنفس فما بنفع إليهم جهد، الجهد بتعديهم فبيكون الإشي بس إنه عساس يحط مثلاً أوزان على إجراء أو يطيش من علمه كيف يطيش على المي لأنه مش لازم يتعب لأنه هو ضمور عضلات هلأ شو الناس تتفاعل يعني إنت خلال تجربتك خاصة إنه كمان نحكي عن عمار مختلفة وعادةً الناس يعني العلاج الطبيعي مثلاً في كتير ناس اللي ما بتقبلوه بسهولة أطفال ممكن يعني اليوم بالعالم تطورت الألعاب المختلفة يمكن بفلسطين معناش هذا الشيء ولكن يمكن يكون في بعض الأحيان مقبول الموضوع العلاج المائي انت كيف بتشوف من تجربتك؟ أنا شايف يعني ديش أحكي هالخبرة الكبيرة بس إنه شايف بلش الناس يتقبلو خصوصاً إنه بعض العمليات زي البوتوكس زي تطويل البوتوكس اللي حواته هيك وطويل الأوطار مثلاً الإجرين اللي عنده كلاب فوت أو عنده تيب تويو هيك بتفاعلها لأنه بيكون الإشي مع يعني من وصايد دكتور أو عن طريق مستشفى فبينصحوا في الإشي هلأ الأهالي كتير بيجوا مثلاً أهالي أو بيجوا ناس يعني بتلاقيها بتستنى استني إنه جلست العلاج وعارف الإشيي بس من ناحية الوقت أحمد يعني قديش بيستغرق عشان تقدر تشوف نتيجة إيجابية يعني طالع العلاج المائي فيه أشياء بتكون ترفيهية بمعنى إنه مثلاً بس العمل فقاقيع إذا إذا فيش عنده مشاكل التنفس بس لهدف وفيه أشياء علاجية أكتر يعني تكون ترفيهية لوس علاجية وفيه أشياء علاجية ملحة العلاجة بتراوح بين عشرين ديئة لنص ساعة والترفيهية بتراوح حمسة عشرين ديئة فيه تقبل وفيه إش ملموس يعني كثير الحمد لله فيه أصص نجاح كثيرة وعملت أصص نجاح كثيرة والحمد لله أحمد يعني أنت ذكرت في البداية أنه فيه ميزات خاصة ولكن هل ممكن يكون فيه نصائح للناس في بيوتها كيف تتعامل مع المي يعني فيه ممكن يكون كبار بالسن بيعانهم الألام مفاصل أو أشخاص إيش تحكي للناس اليوم كيف بقدروا يستثمروا في وجودك نصائح بشكل عام للمي كعلاج المي الدافئة كتير مهمة أول إشي أنا كتير بنصح كمال الناس مثلا بتكون بتعمل دوس أو بتتطلع ما تطلع ضغري يعني البخار حتى البخار إلى فوائد لما سمات الجسم وإلى فوائد لألام الظهر وهذا المي كتير بتساعد يعني لو ما بتضيف إشي معين لو ما بتضيف نجاح معين بالضبط كان ما كان عامل أساسي في العلاجات يعني ما ما ندرج من وزارة الصحة أنه عامل أساسي في العلاجات يعني لو إحنا نحكي بتذكر كيف مثلا زمان كان معروف إنه مثلا ناس دائما كان لازم تحط جريهة بمي فاتر مثلا وتسترخي وترتاح بالضبط أنت من وجهة نظرك يعني هل هذا الشيء مثلا إيجابي وبساعد فعلا باسترخاء وراحة؟ المي العلاجية العلاج المائي هو بساعد أول إشي من ناحية إزالة التوتر العصبية الهدوء الاسترخاء يعني حتى فيه ميزات نفسية أكتر فيه ميزات عضوية علاجية يعني إله كتير ميزات اللي هو بساعد زي ما حكيت استرخاء أوكي واحد يحط إجريه بس أنا بحكي من ناحية جسم طبعا طبعا أنا فهم أنه فيه فرق أنت عم تحكي من ناحية علاج أنا بسألك بسع عن أشياء بشكل عام فهو أكيد واضح أنه فيه فرق أنا تقريبا الحمد للأكل تقريبا كل شهر ثلاثة كل سنة بعمل زي فريق معين عن قصص نجاح ومنقوله يعني من تكون فريق إش التطورات من تكون بين 15 و 21 عن قصص نجاح طب إحنا حكينا عن جانب إيجابي ولكن إيش التحديات سواء بالنسبة للأشخاص البعالجة بالضبط التحديات الشوية الصعبة اللهم مع الصغار السن يعني من جيل نقول سفر نيوبارل لثلاثة سنين لأنه يكون عنده مشاكل في التطور مشاكل مثلا تأخر نموك مش عمال بتفاعل معي فمرات أنت بتحكي مع مريض أو مع طريق معين أو مع حالة معينة اللي تطلب منه طلب اللي هو مش عمال بتفاعل معي يعني بتشتغلي أكتر بسيفي اللي هو مع إيديك مع هذا يعني إذا كان عنده شاد مش رح تقولي له رخ مثلا أو هذا لأنه مش رح يعطيك رأكش معين أو ردة فعال معينة فأنت بتشتغلي الإشي مع حالك ويمكن تطلب مثلا قولي إذا أطلب أنفخ بلونات مش رح يعرف مش رح يعرف امسك إيديك مش رح يعرف فهاي شوية لهذا بس الحمد لله مرة 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 هذا كمان بد أضيف شغلة مهمة اللي هي إحنا بنشتغل على شغلتين الواتسو والهلويك في المي هم طرقتين جداد هدول اللي هم أهم ما ينزل إنه يتعالج الشخص في ناس عندهم فوبية أو خوف من المي فهدول في أساسيات معين إنه نشتغل أول إشعى كسر حاجز الخوف خصوصاً للصغار اللي صغار في كتير منهم نسبة كتير معينة إنه بخاف من المي سواءً عادي يعبع رشو ميزات المي بس بخاف من المي فبتشتغل نشتغل أول جلسة جلستين إنه مثلاً ليش بقول لك الإش مرات بكون أولية الترفيهي عبما يشتغل بدك ينبسط وحبه يأقلم عم بشكل عام ما أكثر الفئات اللي بتتأثر بتتفاعل يعني هل الأطفال الشباب الكبار مين أكثر أجسامهم أو طبيعة جسمهم ممكن يتفاعل أكثر مع هذا العلاج اللي بتفاعل أكثر بيستفيد أو بتفاعل هذا من ناحية شلل دماغي شلل دماغي كثير لأي فئة عمرية سواء أطفال شباب أو حتى كبار شلل دماغي هو من من الصغار حتى 21 سنة أكثر اللي بتفاعل في كثير حالات مثلا كمان كمان سباين البفيدال في حتى متلازمات معينة متلازمات معينة بتتعالج في المي وكثير بستفيده بس لهو بين أسين أكثر الشلل دماغي والعنده متأخر إذا أحمر قبل أن تبدأ اللقاء أنت قلت أنه هذا جزء من أن الناس تتفاعل أكثر مع هاي الفكرة خاصة اليوم أنه أطباء بوصوا بالتوجه لعلاج مائي بنتيجة أمراض أو تحديات أو عمليات نتيجة أنه تكمل سواء عملية معينة لازم يكمل هذا أنه الأشي مكمل للعلاج العالم اليوم تطور في هذا المجال بالعلاج المائي بشكل كبير حتى أنه صار في حالات ولادة مائية التي يقولون أنها تساعد النساء فيما بعد فهي تطور ملحوظ في العالم نتمنى أنه إحنا في بلادنا يصير هذا الشيء حاضر وموجود معك دقيقة أحمد إذا في نقطة مهمة أنت ما ذكرتها من خلال إجاباتك ستحب تحكيها في نهاية هذا اللقاء للمشاهدين تفضلوا أنا حابب يعني أحكي أنه أنه العلاج المائي عن جات جزء كثير مهم والأهل الحمد لله تدريجيا بلشوا يستوعبوا الإشي وبرجوا أنه يصير الإشي أكتر فعال عنا بالزيادة يعني لأنه كثير مهم وكثير إله فوائد حتى في ناس كان قبل أنه ما كانش متوفر الإشي كانت تروح مناطق للأسف بره فأتمنى أنه إيشي يكون كثير فعال بمناطقنا وهو كمان يعني بأنه شيء جديد ما فيش لسا كثير أخصائيين بهذا المجال وهو شوي يعني كمان جلساته ممكن تكون مكلفة لأقلة ناس المختصين فيه ولكن على أمل وفرصة أنه إحنا نعرف أنه في هذا النوع من العلاجات متوفر والعلاج المائي كمان بتقل فيه العلاج اللغة والاتصال والوظيفة من ناحية التلبيس تشليح حتى بيكون إشي تعليمي يعني أن الشخص بيقدرش عنده مثلا شلال معين نصفي بيقدرش يستعمل إيدي أو يشلح ويساعدوا في الاشي فكتير الاشي مكمل وكتير الاشي حلو ونطلب من أهل أنه عن جد يقرأ على الموضوع يشوفوا الاشي ويلاحظوا الاشي الحمد لله شكرا لك أحمد على كل هاي المعلومات فإطمناك التوفيق واضح أن الواحد بس يكون يشتغل في اشياء أو في المجال هو يحب وكمان بيكون مقتنع ويحاول يقنع بهذا السياق مشاهدين نحن نتقل إلى فاصل ونستكمل محطاتنا المنوعة ابقوا معنا اشتركوا في القناة